في دراسة جديدة قارتها الدراسة دي بتقول ايه؟ هي دراسة دي عن الستات عموماً يعني اتكلمت عن في حاجة كده مش هتعجب الرجالة قوي اللي بيشوفونا دلوقت يعني هو طول الوقت معروف عن القهوة أو فنجان السعادة زي ما محب القهوة بيحبوا يسموه إن هي كمان أكبر مصدر للفوآن والروآن مهما كانت تقوسك وانت بتشربها هتزبط مزاجك كده كده يعني انت بتشربها وانت متعصب بتشربها وانت متضايق بتشربها وانت عايز يعني تعدل مزاجك هتزبطه لك كده كده لكن الأكيد إن القهوة زيها زي أي حاجة في الدنيا لها فوائد وليها أضرار في دراسة بقى جديدة كشفت عن حاجة مهمة جدا جدا وهي سلوك سلبي مرتبط بشرب القهوة وده اللي بنقول إنه يمكن هيزعل الرجالة شوية أكتر من الستات وبالذات الرجالة متجوزين بقى الدراسة بتقول إيه؟ إنه الأشخاص اللي بيشربوا مشروبات فيها كافيين قبل ما بيعملوا شوپنج بيعملوا إيه بقى أو إيه اللي بيحصل بيصرفوا فلوس كتير قوي وبيصرفوا فلوس أكتر وبيشتروا حاجات يمكن هم مش محتاجينها ومش عايزينها أساسا ده بسبب إنه الكافيين اللي موجود فيه مشروبات كتير وأكترهم القهوة القهوة طبعا أعليهم بيفرز مدد الدوبامين في الدمار وبالتالي بيحسسنا بسعادة كبيرة جدا وبطاقة كبيرة قوي قوي والإتنين دول بيخلونا نعمل إيه بقى؟ بيخلونا نشتري بقى رياحية من غير ما نعمل أي حساب فيعني دي حاجة هزع لرجلات طبعا فيعني هي حاجة جميلة بالنسبة لنا طبعا إحنا بنحب الشوپنج والحاجات دي يعني من غير أي حاجة ومش محتاجين لحاجة تيجي تقول لنا انزلوا حبوا الشوپنج فما بقى لكم بقى كمان لما يكون في حاجة بتحببنا فيه أكتر وأكتر عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن الدراسة دي خليني أقول لكم حاجة هي اتعملت على ناس اشتروا من السوبرماركت من المولات اشتروا كمان من مواقع البيع الأونلاين والنتيجة كانت واحدة الحقيقة أهمها ان معدلات التحكم في نفسهم وقت الشوپنج كانت أقل أقل بكتير من شرب مشروب الكافيين وده معناقي انهم اشتروا بكميات ضخمة أو يعني بشكل أكبر بعد القهوة فسامحوني بقى لو هي الدراسة بتقول كده وبدون أي مبالغة صدقوني أنا عارفة انه أكتر ناس فعلا هتتضيق من الموضوع ده هما الرجالة لأنه ما فيش حاجة تقريبا بتضيق الراجل أكتر من ان مراته تروح تعمل شوپنج وهو يكون موجود معايا فيعني بيكون يوم تقيل قوي قوي على قلبه مش عارفة يعني ليه بصراحة بس هو بيبقى يوم تقيل على قلبه جدا أنا هقول لكم بقى على وجهة نظري في الحكاية دي لو أنت عندك وجهة نظر تانية ياريت تتسلو بنا على أرقام تليفونتنا إلها تكون موجودة على الشاشة أو بعتولنا على صفحيتنا الرسمية على السوشيال ميديا عشان تقول لنا رأيكم أو وجهة نظركم في الحكاية دي هل أنتوا مع الدراسة دي ولا ضدها ببساطة الرجالة في الغالب بتحب تعمل كل حاجة بسرعة هم منجزين قوي بيحبوا ينجزوا عكس الستات خالص الستة بتحب التفاصيل وبتعشقها جدا فلما بتنزل تعمل شابنج تاخد راحتها فيها جدا جدا وده يعني لحبها للشرع نفسه فتلاقيها ممكن تقعد اليوم كله بتعمل شابنج من غير أي ملل ولا أي زهر ولا حتى فيه شعر بتتحرك بصراحة دي حاجة دمها تقيل على الرجالة كلهم تقريبا بس أنا عندي حل عندي حل بسيط خالص للموضوع ده وهو أنه الرجالة يسيبوا الستات تعمل شابنج لوحدها ما يندلوش معاها لأنه كمان الستة ما بتحبش حد يبرجلها ويستعجلها ويقولها بسرعة ما بنحبش احنا الحكاية دي احنا بنحب نقيس وبعد كده ممكن نجيب الحاجة نرجع نرجعها تاني وبعدين نروح محل تاني نتفرج بس ما نشتريش عندنا تفاصيل كده فيعني هما يتعلموا الصبر بقى شوية عشان الحياة كده تمشي وما يبقاش فيه اي مشاكل او امنعوا عنها القهوة خالص تشربوهاش قهوة خليه يبقى فيه حظر كده انه ممنوع دخول القهوة في البيت لأنه زي ما الدراسة بتقول يعني انه القهوة بتزود الرغبة في التسوق طيب دلوقتي بقى هنتكلم فيه موضوع يمكن يهم كل البيوتر مصري هو خناءة كل عيد تحسوا كده انه فيه القموز بتاعنا لازم كل عيد او اي مناسبة يحصل مشكلة او تنشانة كده في البيوت احيانا بتكون لأسباب بسيطة قوي قوي لو حصلت في ايام عادية ممكن مش هيحصل حاجة لكن بالمناسبة يعني جملة خناءة كل عيد دي انا كنت بسمعها كتير قوي وانا صغيرة مكنتش بفهم الاسباب بصراحة بس لما كبرت بدأت تربط بقى اربط كده الخيوط ببعضها اعتقد ان المشكلة البسيطة او الخناءات دي بتكون بسبب ان كل ام بتبقى عايزة تشتري في العيد افضل حاجة واحسر حاجة لأولادها طبعا هم اول حاجة هي هم اولا ثم اي حاجة تيجي بعد كده احنا احيانا بتكون عصبية اكتر من الايام العادية كمان عشان هي حاسة انها مضغوطة او لسه مخلصتش الالتزمات اللي عليها سواء من شراء مستلزمات البيت او تنظيف البيت انتو عارفين طبعا تنظيف البيت ده في العيد ونشيل السجاجي ده ونحطها ونروأ وننظف وكل حاجة لازم البيت ده في العيد يبقى بيبرق كده فاحيانا بيكون الزوج مش مدرك احساسها بالضغط ده او برضو عشان يعني نقول اللي لينا واللي علينا ونكون محايدين جدا جدا ممكن هي تكون بتطلب منه حاجات فوق طقته او فوق قدرته المادية ده كان السبب الاول للخلافات اللي بتحصل في الاعياد بالنسبة للأسرة المصرية اما السبب التاني بقى فهو بيكون مرتبط بالشباب اللي لسه متجوز جديد عشان يتفقوا كده ان هما هنروحوا هيروحوا عند اهل مين في الاول اهل الراجل ولا اهل الست الكلام في الموضوع ده بالذات تحس انه بسيط بس للأسف بيجي من وراء مشاكل كبيرة جدا جدا فما تتخيلوهاش يعني ان هي تحس انه لا انا والله ما بروحش عند اهلي اول اليوم العيد بس عشان اديكي فرصة تروحي للمامتك طب انت والله العظيم شايفين بجد المفروض اول يوم ده يكون فين يكون لام الراجل ولا ام الست انا بتهيئ لي انه اول يوم انتوا تعملوا ايه تعودوا في البيت عندكم او تروحوا الصبح للمامتك وبالليل تروحوا للمامتها اه بس لا ده فيه مشكلة هنا ما احنا هنتغدى لازم الغدى يبقى قاعدين ابنكم مش هنعرفنا كل هنا وهناك اوعدوا في البيت اول يوم وعزموا الاتنين عندكم ايه رأيكم